أفاد مسؤولون يبانيون كبار أنهم لم يتوقعوا تحذيراً أمريكياً من الصفر إلى اليابان وسطام خاوف من تأثير فيروس كورونا على أولمبيا توكيو المرتقبة في يوليو وأن الدعم الأمريكي للألعاب لم يتغير ولم تذكر إرشادات وتوجيهات وزارات الخارجية الأمريكية بشأن عدم الصفر لليابان الألعاب الأولمبية على وجه التحديد لكنها حذرت من زيارة البلاد في الوقت الحالي وزيرة الأولمبيا دشرت في مؤتمر صحفية إلى أن التحذير لم يمنع الصفر الضرورية وأن لجنة الأولمبية والبراولمبية الأمريكية قالت أن ممارسات التخفيف المخطط لها ستسمح بمشاركة آمنة للرياضي فريق الولايات المتحدة الأمريكية